اشتركوا في القناة بالما نبدأ لغينا فقرة خلو المسار للأسبوع هاد استعدنا عنها انه كتبتها في صندوق الوصف من بداية الشهر لنهاية الشهر يعني كل الايام اللي فيها خلو المسار اللي رح تمر خلال الشهر هاد وبرضو تواجد القمر في الابراج طيلة الشهر امتى في اي ايام رح تكون موجودة تقدروا تستفيدوا منها كل بداية شهر رح نزلها بصندوق الوصف عشان انسهل على الاشخاص اللي بنزعجوا من المقدمة واللي بقول لك المقدمة طويلة وما فيش منها فايدة ومنستفيدش من اشياء لها علاقة بخلو المسار مش عارف ليش بتسمعوا الابراج اذا مش مهمة بقول لكن عشان هدولا الاشخاص اللي بنزعجوا فاحنا كتبنا لك وياها كتابة يعني رب ضارة نافعة باستفيدوا منها بعض الاشخاص اللي بهمهم يعرفوا كل الشهر امتى القمر بانتقل للبرج الفلاني امتى بتواجد فيه امتى ساعات خلو المسار بكون عارف وحاسب حساب للشهر كامل او بعرف من بداية الشهر لنهاية الشهر هاي الامور بشكل اوفى واوضح طبعا لكن النقطة اللي ما رح اقدر انا الغيها اللي هي اساسا لانه هاي مرتبطة بتوقعات الاسبوع اللي هي تواجد القمر خلال الاسبوع في الابراج لازم لو يذكرها في المقدمة بتكون تتحملوها اللي طبعا بنزعج برضو من الامور وحاب يسمع الصافي للبرج وعادي بمشي لشريط لحديث ما يشوف الاشارة هيك اللي فيها برجه بسمع برجه وبكتفي بالموضوع هذا للناس اللي يعني بحبوا التفاصيل الدقيقة بحبوا يتعلموا يعني يعني بيعنكوا الله تحملوهم طيب خلينا نحكي اول اشي عن تواجد القمر خلال الاسبوع طبعا اليوم احنا الخميس ست الشهر ست ثمانية القمر موجود بالحوت رح يظل ليوم الجمعة اللي هو سبعة الشهر ظهرا وهو في برج الحوت من ظهر يوم الجمعة بنتقل للحمل وبظل في لغاية فجر يوم الاثنين هاي كل هالفترة اللي هي سبته احد واثنين لغاية الفجر بظل في الحمل من فجر يوم الاثنين ولغاية عصر يوم الاربعاء القمر بصير في الثور من عصر يوم الاربعاء ولغاية منتصف ليل الجمعة على السبت القمر بنتقل للسرطان يعني القمر بمعنى اخر الاسبوع هذا رح يتواجد في الحوت الحمل الثور الجوزاء السرطان الاهم اللي احنا بنحكي عنه اللي هو في الايام العادية احنا ذكرنا انه في زاوية تربيع تشكلت ما بين اورانوس وما بين الشمس هي ما زالت مؤثرة ورح يتضل الاسبوع هذا الها تأثير وهاي الها علاقة بالثورات وبالانقلابات وبالاشياء المفاجئة السياسية او الاحداث السياسية المفاجئة اللي ممكن تصير خلال الفترة هاي انا بسميها فترة عض الاصابع لمين اللي بدي يصرخ في الاول عشان يوقل الكفوف فما بنعرف مين اللي بدي يوقل الكفوف الاسبوع هذا اكل الكفوف رح يبين لانه في عنا زاوية تربيع رح تكون زاوية خطيرة جدا رح تتشكل يوم الخميس اللي هو يوم 13 الشهر رح تكون بين المريخ وبلوتو وهاي زاوية خطيرة جدا 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 بترجم فترة الاحتقان السياسي او ضغط السياسي اللي بمر عليه العالم بالفترة هاي فترجمته رح تكون بالفترة اللي هي من جبل 13 الشهر بقى كم يوم وبعد 13 الشهر هي الفترة الفيصل لهاي الامور وهاي من اخطر الزاوية اللي انا حذرت عنها بتوقعات السنة لانها هاي رح تستمر معنا اشهر لانه المشتري بمشي بمسار امامي بعدين بده يتراجع فبتظل الزاوية هاي متشكلة مدة طويلة وهاي بتدل على مشاحنات وعنف وامور الها علاقة بالحروب والدمار على نحو واسع بتتلو هذا الاتصال وبرضو بتدل على مقتل شخصية مهمة في ظروف غامضة والها علاقة في الارهاب والاغتصاب والتفجيرات والحرائق وبرضو بعض الحوادث الطبيعية يعني زي ايشي لعب العاصير اله علاقة بالبركين اله علاقة بالزلازل فطبعا ممكن ولا ايشي من اللي انا ذكرته يصير وممكن ايشي من اللي انا ذكرته يصير مش معنى هذا اني واو حققت انجاز او اني جبت من عندي ولكن هاي الزاوية لما بتتشكل في احداث من الاشي اللي انا ذكرته بتصير والله اعلم عشان ما احد يقول لي ايش اللي انت تحكي خلينا نروح على توقعاتنا على الابراج وخلينا نبدأ بالبداية مع برج الجدي طبعا اول ايشي رح نحكي رح نحكي عن الشمس الشمس اتحركت من مقابلك لما كانت في السرطان الان انتقلت هي للبيت الثامن وعطارد ايضا موجود في البيت الثامن وهذا بيت الاموال المشتركة او بيت الاموال اللي ما بتعود لك بيت الغيبيات بيت المواريث بيت القروض بيت الديون بيت برضو الو علاقة شوي بنظام البيت او العائلة او المقربين او الاحبة طبعا وجود هدول الكواكب في هذا البيت هو مش حليف للك كثير ولكن برضو بعطيك ايجابيات ع كل اشي احنا من اللي ذكرناه وبرضو ممكن يصعب بعض المسائل من اللي احنا ذكرناها لشوي يكون فيها نوع من انواع الصعوبة او ما تمشي معك بسهولة حاول انك انت تكرر المحاولة فقط لا غير حاول انك ما تستسلم وما ترضخ ممكن تتعطل بعض المسائل ممكن انه صير فيه تأجيل ومماطلة ولكن في النهاية بتنحل اما بالنسبة للبيت السابع فطبعا الزهرة موجودة فيه وهي مقابلك تماما وهي الها علاقة بالوضع العاطفي وهي بمكانها جيد فعشان هيك بتدعمك عاطفيا في كثير من موليد برج الجدي في الفترة هاي ياب يخطبوا ياب تزوجوا ياب يجيهم عرسان ياب يطوروا علاقة من مرتبة الها علاقة بالحب لمرتبة الزواج الفترة هاي برضو بتحمل مناسبات كثيرة الها علاقة بالشراكة او الها علاقة بانسجام العلاقة ما بين الازواج ممكن مصالحة ممكن تراجع عن قرارات سابقة ممكن يكون في بينهم مشاكل وكانت واصلة للطلاق الفترة هاي تنتهي هاي الخلافات وخصوصا اذا كان الشريك من برج الجدي اما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا بيت الرابع المريخ موجود فيه فعشان هيك المريخ شوي بيعمل شوية اعطال لها علاقة بالمنزل بيعمل اصابات بيعمل اشياء لها علاقة بالنيران بيعمل حدية بالطباع بيعمل فرض بالسلطة بيعمل خلافات داخلية على المستوى العائلي يعني كل هاي الاشياء بيعطيك فيها سلبيات ولكن بايدك ان تتحول الامور لايجابيات يعني بايدك تندفع في مسائل الى علاقة بالعقارات التاجر بالعقارات وتسوق العقارة او تبيع عقار بالفترة هاي ممكن ترحل من بيت لبيت ممكن انه يصير فيه شيء له علاقة بزواج او تطوير علاقة عائلية بالفترة هاي اذا انت استغليت الموضوع هذا بيدفعك وبعطيك دافع للشيء الان اذا انت ميولك سلبي بتروح على الاشياء السلبية اذا انت ميولك ايجابي بتروح على الشغلات الايجابية وبتستفيد من تواجد هذا الكوكب في البيت اللي بيأثر على العائلة وعالبيت على العقار على الترميم على شراء اثاث على كل شيء العلاقة في البيت حتى البستنة اما بالنسبة للبيت الاول فطبعا البيت الاول احنا بنحكي قاعدين عن الجدي نفسه وعندك انت المشتري زحل بلوتوت ثلاثة بتراجعه ولكن بوضعهم مش وضع سلبي قاتل عشان هيك شوي هو بيأثر على النفسية بيعمل تقلبات في النفسية بعطلك شوية اشياء بيجيب لك نوع من انواع الاكتئاب بيجيب لك ضعف بيجيب لك مرض في بعض الاوقات بيسوي لك سوء التفاهم ما بتقدر توصل المعنى بوضوح بيخليك تعتد برأيك على انك انت على صواب وانت بتكون مش على صواب بيخليك تصدر قرارات والعزة بالاثم بتخليك ما تتراجعش عن قرارك كلها بيجي من الثلاث كواكب الموجودة وتنسوش انو بلوتو رح يشكل زاوية تربيع مع المريخ يعني لهاي الصفة رح تتعزز بزيادة عندكم اما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا نبتر الموجود بدعمكم بقوة على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات والامتحانات والمقابلات وامور الها علاقة بالسيارات والتليفونات يعني بفتح مجالات كثيرة للك على مستوى كل الاشي اللي احنا ذكرناه صحيح هو بيجيب تراجع ولكن رح يشكل زاوية تكون ايجابية فرح يكون معظم الاسبوع في ايجابية او بعض ايجابيات الان ما بيغني هذا على انك تحذر من اثناء التنقلك بالسيارة ما بيعني انو مثلا ما بيغنيك هذا الحكي عن انك تخفف من حديتك او من اتهاماتك او من شكوكك او انو لما يكون عندك امتحان او مقابلة تكون مستعد طبعا بيكون افضل هذا الامر اما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا اورانوس اللي في البيت الخامس اللي له علاقة بالعواطف والاحبة وهو كوكب المفاجآت فهو يا اما بدخلك بعلاقة بشكل مفاجئ وبتطور العلاقة وبتصير حب وبصير غرام وبصير في مجال الانطلاق حتى انو بيوصل لمراتب الخطوبة او الزواج او انو علاقة بتكون قائمة وفجأة بتنتهي بدون سابق انذاره بيصير هجوم عنيف من ورا بعد انتهاء هذه العلاقة يعني ما بتنتهيه بس لا بيصير فيه ملاسنات وبصير فيه اتهامات وبصير فيه عصبية وبصير فيه اشياء بلاوي من ورا فعشان هيك بتكون تنتبهوا خذوا حاولوا انكوا اتركزوا اموركوا بالشكل الجانبي ما تعتمدوا على الحضوض لانو شوي اورانوس بيفاجأك باشياء بوهمك انها هي كاملة ولكن بتكون هي على الحفة فعشان هيك العلاقات الخفيفة هي اللي عرضة اكثر للانفصال بالفترة هاي اما بالنسبة لتوقعات الاسبوعية من صباح اليوم الاربعة اللي هو الامس القمر موجود في الحوت حتى ظهر يوم الجمعة بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات فترة مناسبة للقيام بنزهة قصيرة بتعززوا العلاقة مع اخ او جار هاي فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولاسماع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل اتحرك بفاعلية كبيرة ممكن تقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق او مصالحة من ظهر يوم الجمعة بكون القمر في الحمل حتى فجر يوم الاثنين بترغبوا في ادخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع افراد العائلة بتحتاج المسائل الخاصة والعائلية الى مناقشة ممكن تظهر بعض الضغوط والمتاعب والمعاكسات ممكن تتعرض للمحاسبة وربما لتحديات واستفزاز حاول انك ما تتجارى معها وما تكبر الامور وما تصدر قرارات عنيفة بالفترة هاي من فجر يوم الاثنين القمر بصير موجود بالثور حتى عصر يوم الاربعة بترغبوا في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ومارسة نشاط فني بيطمئن بالك نسبيا فبتجد حليف بيدعم تصوراتك ما تستسلم بل كرر المحاولة بترغب في استكشاف مناطق جديدة وبتميل للسفر او المشاركة في رحلات عمل ممكن يكون في شوية رومانسية في الموضوع وممكن يكون في نجاح يعني بشكل مفاجئ ولكن برضو بتحمل هاي نوع من انواع القلق على احد الاحبة من عصر يوم الاربعاء بيكون القمر موجود في الجوزاء حتى منتصف ليل الجمعة على السبت واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم حاذر من تراجع صحي ما تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم كون اكثر تنظيما واحسن الادارة اتجنب اثارة العدوات واهمال وضع صحي معين خذ قسط من الراحة واهدأ وكون عند حسن الظن من منتصف ليل الجمعة على السبت بيكون القمر في السرطان بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكي ابحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء العمل والعاطفي هاي فترة متوترة وممكن تتورط في ازمي ما ممكن تظهر او تضطر لابطاء مسار الامور والخطوات او تغيير نمط معين انا شايف انه مش غلط الموضوع انك انت تغير النمط هذا لا توجه انتقاد لا اي احد بالفترة هاي لانه انت اللي بمرحلة الضعف مش هو فانت اللي راح تكون المشاكل عندك انت هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر